احنا عنا لانو بنحاول نخلق بيئة عمل ريادية مناسبة للجميع فالحمدلله الاقبال عنا كتير كبير ومن كافة فئات الشباب صبايا وشباب بنحاول نعمل كتير اوتريتشينج ايفنت وفعاليات لحتى نجذب هذول الشباب اللي ما عندهم علم مع هاي البشري هاي الفرص الريادية المتوفرة وبعد هيك بيبدو ينضموا للبرنامج عنا وطبعا خاصة لما نقلنا على المكان الجديد هنا جذب كتير ناس اكتر سواء كان من الناس اللي عندهم افكار ريادية او من الفريلانسرز اللي حابين يستخدموا المكان لانو بنوفر زي ما قلت بيئة العمل بنوفر كهرباء ومتو 24 ساعة وكمان بنوفر انترنت بسرعة كتير عالية بالاضافة لهيك احنا عنا برنامج خاص فينا بغازا سكاي جيجز اسمه غازا جيجز هذا بس خاص للبنات التك فاوندرز بنحاول لانو نعمل كميونيتي من الصبايا اللي بيستفيدوا من هاي الفرص وبينموا قدراتهم وبتقابلوا مع بعضهم البعض وتتوفر لهم العديد من الفرص لانو ريادة الاعمال والتكنولوجيا هي المستقبل لأي شخص انو يجد مستقبله والوظائف بتكون كمان متوفرة كتير اسهل خاصة مع مشاكل البطالة اللي عنا احنا نشغل مع المشاريع مع الشباب الرياديين والاصحاب الافكار الريادية يحاولوا لفكرة لمشروع من خلال الدعم اللوجستي ومن خلال الارشاد ونعرفهم على ناس عندهم خبرات مع نعرفهم على المستثمرين المستقبليين لأي لهم منبلش مع الشباب مسابقات لنحفزهم ليعمل وشاريعهم بعد هيك اللي بينجحوا بالمسابقة بفوتوا بمرحلة الاحتضان والتسريع بدأت ااجي على غاز سكاي جيكس بالالفين واربعطاش ضمن مشروع كان اسمه انطلقي مشروع انطلقي كان بيدعم بشكل اساسي الفيميل كنت انا كمنتور كانت فكرته انه بيك سستر مع لتل سستر انه ننقل تجربتنا بمجاري يادة الاعمال الناجحة لفتيات عندهم افكار عشان يبلشوا يشتغلوا بالبزنس الخاص فيهم بعد هيك طورت الشركة تبعتي صار اللي يشريك في عمان طبعا في كتير اشياء وخدمات بتقدمها غاز سكاي جيكس بتميزها عن غيرها خلنا نحكي من حاضنات الاعمال او مسرعات الاعمال برامج الارشادة اللي بتكون موجودة دعمهم المستمر للافكار ربطهم مع خلنا نحكي شركات سواء كان محلية سواء كانت عالمية البرامج اللي بتضلها بشكل مستمر موجودة منها ستارتاب ويكند منها كتير افنت صارت تحت مظلة القيكس هاي كلها اشياء بتفيد المشاريع الريادية بشكل اساسي بدينا مع قصص كاي جيكس من اكتر من سنة طبعا استفدنا حاجات كتير جاسس كاي جيكس عبارة عن الحاضنة لكل المشاريع الريادية بالاضافة لانه صار عنا القدرة انه نقدم مشروعنا ونعبر عن افكارنا بكل سهولة طبعا الاستفادة لا توصف في جاسس كاي جيكس امور كتيره عرضنا على مشروعنا على المستثمرين وحصلنا على استثمار من مؤسسة ابتكار مشروعنا الان نطمح انه يصبح للعالمية مشروعنا عبارة عن موقع كوميكس زي موقع ناين جاج بس احنا عاملينه للعرب بنستهدف في السوق الاول اللي هو السوق المصري لانه لعدة اسباب وشدنا اسباب كتير اللي هي اول سبب انه لجينا اكتر من مئة مليون شخص عربي بيستخدم الانترنت وبيهتم بالامور المضحكة بالاضافة الى انه في عنا اكتر من اربعين بالمية من نسبة المستخدمين المصريين بيستخدموا السمارت فونز لهيك كان سوقنا الاول هو مصر موسيقى موسيقى